الى ذلك دعى النايب محمد الكربولي الكتلة السياسية الى تقديم مرشح جديد لرئاسة الوزراء بدلا من محمد توفيق علوية وسط هذه الصورة نفى القيادي في تيار الحكمة فادي الشماري ضلبه بتقديم مرشح جديد لرئاسة الحكومة بدلا عن علوية واشار الان الحديث عن تقديم مرشح جديد لرئاسة الوزراء ليس له صحة وانا جميع الكتل تعمل على دعم خطوات تشكيل حكومة مستقلة بعيدا عن تدخل القوى السياسية للتهيات لاجراء انتخابات نزيهة واشدد على ضرورة انعكاس التمثيل السكاني بشكل صحيح واختيار الكافؤي والنزيه بحسب وصفه